الـ FCC أو الـ Fluidized Catholic Cracking هذا أكثر بروسس أحبه بالـ Down Stream كله السببين، السبب الأول كان أول تقرير أسوي بحياتي عن الـ FCC كنت نطلع مرحلة أولة، بالكورسة ثانية، كانت المادة اسم الكيميائي النفض فالدكتور فاضل قال لي تقريرك راح يكون على الـ FCC فسويت التقرير عن الـ FCC السبب الثاني، أنه هو يحقق لك كل غايات المهندس الكيميائي اللي هي الاستفادة الكاملة من كل شي بالفيد ماتك حتى الـ Heat، حتى الحرارة ماتة، تمام؟ فخنفصل الـ FCC تفصل بشكل عام عندنا الشغل الـ TMP، الأولى configuration، والنظرة العامة وشغلة الثانية اللي هي الـ Process Description أبو التفاصيل اللي بيها تفاصيل للـ Process فنجي الـ Configuration، هذا جاي علي السؤال العام علي 6 درجات يقل لك اشرح الـ Configuration مع الـ FCC، وأرسم لي فالرسم راح ترسم له هذا أما الشارع ما تكفر بشكل عام تقل لي أنه، يعني ملخص ما لحدش الفوق الـ FCC مكون من جزءين، الجزء الأول يسمونه رايزر، اللي هو نفس الـ Reactor، والجزء الثاني يسمونه ريجينراتر، تمام؟ بعد ينقل لك أنه الـ FCC يجي شكليا، الشكل الأول يسمونه سايد باي سايد رياكتر، والشكل الثاني يسمونه الـ Stucked أو يسمونه الـ Overflow Type Reactor، تمام؟ بعدها يقل لك أن وحدة الـ FCC خضعت بمرور الزمن للعديد من التحسينة لغرض زيادة الـ Efficiency وزيادة الجسمة، يعني الـ Productivity والأخها الباقية كلا حشوة فاهم ملخص للـ Configuration كله نيجي المن؟ نيجي للـ Process Description الـ Process Description راح أشرح على هاد الرسم بشكل عام، يبدي يقل لك الـ VGO، وهي هو الـ Vaporized Gas Oil البخار وزيادة، وهي هو اقام الـ COME المعادة، وقت من الـ COME بخار أنه يبدي يقطع الـ COME بخار أنه يحيط للتحسينة الـ COME بخار أنه يوقف برد أسبوع سكل من الـ COME لك تحسين الـ COME وبخار بخار تحسين الـ COME بخار 8 مم سننطرة وسبعة أسبوع أنه يقل لك يقول لك ريجينريتيد كاتاليك او هوت ريجينريتيد كاتاليك اللي رح تكون حرارته بين 1200 الى 1400 فارنهايت is also to the bottom of the رايزر تمام ايضا هم رح يحقن بالباتوم رايزر مانه اهنا رح يصير تفاعل اندوثيرميك اللي هو تفاعل ماس للحرارة فبعد او زمن المكوث ماتر رح يكون من 20 الى 10 الى بعد اتمام التفاعل رح يطلع من فوق رايزر رح يطلع غازات رح حقنها للفراكشينيتر تمام اما المتبقي رح ينزل لل المتبقي 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 رح يكون عبارة عن catalyst ورح يكون يعني بعض الهايدروكاربونات بشكل سوائل تمام هنا انا حتى اقدر يعني اطلع كل النفط الظالويل ش رح سوي رح احقنها بالستيم يسمونه شنو فكرتها بالستيم انو فكرته بشكل عام يحركلك العامل المساعد ويجزيئات الاويل اللي وياه حتى يحرر لك اكبر غازات من الاويل بشكل اكبر كمية من الاويل بشكل غاز حتى اجي احقنه بالفراكشينيتر تمام كامل حتى المتبقي حتى المتبقي يكون عندنا بس catalyst طبعا بالاضافة للسطر برناه هنا عندك فتش اسمه هنا شنو اسمه بس هتذكرها Stripers section موسيقى راح يطلع عندي برودكت غازي والبنته بقي بس هذا الكاتاليست راح تكون حرارته بين التسعمية الى الف فارنهايت راح اعيد حقنه لل ريجينريتر راح اسخنه هم كذلك احقن ستيم هنا حتى احرك الشسمه احرك الكاتاليست اللي اذا ظل ثابت راح يتفهم تمام فدخل ستيم من الهواء حتى احرك الكاتاليست و ارفع حرارته حتى يحترق الكوك فاحم الكوك بعد ما يحترق راح يطلع ازا توب بروديكت اللي راح تكون مكوناته او حاديوكسيد كاربون ثنان اكسيد كاربون وماي وهواء اللي حقنته قبل شويه هذا راح الطببة بيمن الطببة با يسمونها ала اا ها باور كافر يونت ال باور كافر يونت یعنيчقد ماهو ستيم حراں راح زايد حرارته حتى يطلع سوبر هيت إنستيم ها السوبرهيتد ستيم راح استفيد ما عنده بغير معدات تمام فهذا التوب بروديكت ما المن ما الريجينيوتر خلنشوف البوتوم بروديكت انا طبالي شي اسمه كاتلست هنا وحرقت او يعني سخنته وازلت من عنده فحم الكوك فرح يعني رح يرجع كاتلست نظيف فاش يسوي اجي احقنا الدي بوتوم اوف دي رايزر وهي الفيد ماتي الجاري واعيد هاي العملية من جديد تمام هاذا بشكل عام يعني جزء اول من ال FCC unit يبقى الجزء الثاني انا مطلعت من هنا غازات هالغازات هون راح تروح راح تروح للفراكشينيتر هالفراكشينيتر هالفراكشينيتر تقدر اتعامنا معاملة برج التقطير بس هاذا يختص بصل الغازات راح يحقن من هنا الفراكشينيتر فرح يطلع عليه خمس بروديكتات اللي هو قايل يعني معدد لك ياه هنان اللي هو البردكت اللي اولي راح يكون light gases والبردكت الثاني heavy gasoline ثالثا light cycle gas oil وعدنا heavy cycle gas oil واخير شي decant تمام ثالثا فاجه هنا هنانا light gases راح احقنه بيونيت يسمونها concentration unit حتى شنو حتى طلع من عنده fuel gas وطلع من عنده light gasoline ورح اطلع من عنده البروبان ورح اطلع من عنده البنتان تمام يبقى شنو البوتون بروديكت ماتي البوتون بروديكت ماتي نفس ما قلنا نو رح يكون decant هاذ ال decant ش راح اسوي اما اسحبه واستخدمه كمذيبات مذيبات قطبية او يعني بعد ما طبوا بعملية ترشيح طبعا او عيد حقنه لل FCC unit ويطب وي ال VGO وال steam ويعاد يعني عامية الشسمة الكاثليكت كراكينج فالو ملخص كامل على ال FCC الشسمة substantive